عزيز عليكم المسمن معمر لا يجيكم شو زوين تقطع عليكم العجينة و تخرج لكم الحشوة جربوه بها الطريقة كي يجي مورق مقرمش الحشوة لا تخرج شي و بطريقة جدا سهلة و سريعة والحشوة اللي نتقسم معكم لهذا المسمن ايضا بنينا معلكة كتشي رائعة في المسمن فعلى بركة الله سنبدأوا بالعجينة تقدروا تعجنوها بيدكم او بالعجانة فغادي نوضع ثلاثة زلايف دقيق كل زلافة تعادل لنا جوشكي سند العنبة المجموع 600 غرام زلافة ديال الفينو او الساميد الناعم جدا ما يعادل 220 غرام بالنسبة الفينو او الساميد الناعم كنقربو لكم باش الاخوات اللي في دول اخرى عندهم باسماء اخرى يعرفوه نضيفو القليل من الماء في الواسط كنوضع معلقة كبيرة ديال العسل كتعطي واحد الاحمرار واحد المدقسوين معلقة صغيرة ديال الملح وصاذد خميرة الحلويات اللي كي بقي اختياري تقديروا واحد رشيشة ديال الخميرة الخبز عندهم تبقيتها نجمع العجينة ديال الماء من الصنبور نجمعة العجينة بتلاتة ديال الكيسان ديال الماء بردي من الصنبور في ما تبقيتو العجينة ترتاح لكم بسرعة تقدروا الواحد شوية كنت لكم العجينة بزيان كنت لن عجينة بتغذية زيت نغطيها بالسلوفا ترتاح 10 دقائق قسم العجين قسم العجين على 9 دقائق نغطيهم بسلوفا نجد الحشوة نضع القالين من زيت نباتي نضع الفلفل مقطع و بصلة واحدة مقطعين صغارين نضع نار متوسطة نضع اللحم المفروم نضع اللحم المفروم نضع اللحم الحمراء او البيضاء لنسبة لهذه الرغيفة نضع الكفتة والخضرة نضع جزر وحدة وقرعة قرجة وقرعة قرجة وقرعة قرجة وقرعة قرجة وقرعة قرجة وقرعة قرجة نضع ثلاثة المعالقة من سلسة طماطم جاهزة تبقى اختيار الاخوات نضع الزيت وقرعة قصبور مع الدنس وقرعة قصبور تومان وقرعة قصبور وقرعة خطر وقرعة قصبور وقرعة قصبور وقرعة قصبور حركت خفيفة ونضع وقرعة نضع مربع واحد من الشعرية الصينية كتروا من الباصل و من القرع و الفلافل و خيزو تجيكم الحشوة كثيرة هنا لا تبرد الحشوة حتى يكونوا الكوارات المسمن دينا ارتاحوا عندما ارتاحوا الكوارات المسمن سيعطيكم الطعف للطورق قطعت هنا الورق ديال الفرن بهذا الشكل المربع عندي تقريبا 25 سنتيم على 25 سنتيم في كل ورقات تقدروا تقطعهم الصغر على حسب المسمن ديالكم بالنسبة ان هادور مقطعهم كبار دائما كنعمل عليهم المسمن لو خاكت تستخدموهم كتعودوا تنسحوهم زيت وتحتفظو بهم كتبقوا دائما تلقوهم اخوات لي معدوم ش ورق الفرن تقدروا تديروا ورق الزبدة او دوك الاكياس اللي دبا حاليا كيعتونا فيهم مثلا لا شي نسمي دا ولا شي حاجر هادوك الاكياس تقدروا تقطعوهم كتبقوا تشكلوا عليهم المسمن ديالكم فدهنت سطح العمل بالزيت وحطيت ذاك الورقة ودهنتها بالزيت وطلقت الكويرة ديال المسمن ديالي عليها بهذا الشكل وكنطوي بها تشكل الجوانب انطوي الجانب الاول وانطوي الجانب الثاني وكل ما استطعتوا انكم تجبدوا العجينة وتركوها يكون احسن لهذا قبل كل ما ارتحت العجينة وانطوي فراحة مهمة كتر من ديالي ربخمد الكوش اللي اجينا ولكن اقدرتها حطة تصبح بحل مدلوكة كنحط الأطراف على بعضهم بهذا الشكل باش هكا الحشوة متخروج الناش من الأسفل كنقدم زيان هكا الجوانب والأطراف كن نرققهم نحط كمية من الحشوة بهذا الشكل وكنوزعها على القيص اللي بغيت جيني به المستمنة بهذا الشكل وغادي ندير شوية الفرماج اللي كي يبقى اختياري فاللي بغادي التعليق هذا الفرماج يعملها اللي ما بغاشي ما يعملاشي انا بعض منهم عملت فيهم الفرماج وبعض منهم لا سافي وكنطويل جانب الأول بهذا الشكل وكنحاول نجيب الأطراف على بعضهم ونتبت بالأصابيع ديالي وكيف كتلاحظو الحشوة مكان قرباش ينجم كيف كتلاحظو كيف كتلاحظو انا عملت كيف كتلاحظو كيف كتلاحظو ونذهب بكثير ونجد شوى ونطلق الكثير ونجر الإداء في زيط على ورق ونحن نجيب كثير ونطلق الكثير ونطلق الكثير ونطلق الكثير لطبقه السفلي المفضل كيف تكتب عمل ونضيع الكثير المقدس ونطلق الكثير او بلو تجبدوها كاللعطتكم العجينة كبيرة تقدروا توصلوها حتى الجنب فهذا الطوية لا تبقى نهائيا في الطيب سوف نزيد معكم بشتوضح لكم الصورة على سطح العمل ندهن بالزيت و ندهل ورق بالزيت و نطلق الكورا ديالي ندهنها بالزيت و نطلقها مزي و نجبد العجينة و نجبدها بحلة نجرها لتعطيني الطعب و تجبدوا ذلك الورق و يبقى تابت في المكان دياله على سطح العمل و لاحظوا معي الأطراف هم اللي نجبدهم و العجينة رهزوينة و لا تقطع شي غير وعطيوها الوقت للراحة بشتاعدكم و تجبدوها و تشكلوها كيف بغيتو أصافيم بعد ما نطلق الكورا ديالي نطلق الأطراف بها الشكل للواسط باش كنحصلوا على الطبقة السفلية مكونة من جوج وراقات كنضغط مزيان و كنحاول نتبط الأطراف على بعض و البليس هكا اللي كتبالي شي شوية غليدة كنحاول نرقاقها و صافي كنحط الحشوة فانا الحشوة في الأول قسمتها بحال عندي تسعود ديال الكويرات كنحاول نقسم داك الحشوة على تسعود باش كتجيني الحشوة مقاهدة و كتكفاني صافي مني كنحط الحشوة بهذا الشكل كنطوي الجوانيب اللي كي مقاو كتجبدوهم على القدر ما تجبدليكم العجينة وتغطي الحشوة بحال دبا هنغنطوي سوف نحاول نقدشت العجينة تجبدوها وصلت لي غلوس سوف نخليوها المهم لوجه ديال المسمنة تغطى سوف كملت المسمنة كاملة بهذا الشكل معمرين مباشرة غير كنبقى ننهيز بالورقة و نحط في المقلة تقدروا هكا إذا بغيتوا تزيدوا تضغطوا عليهم مش شوية فوق الورق را تضغطوا عليهم اتبنت لكم مثلا شي بليس غليدة سوف نضغطوا عليهم سوف نضغط طيب النار دائما متوسطة نضغطوا المسمنة بغير يشد الطيب من الجهة الأولى نقلبوه للجهة الثانية باش يتحمر كنتو غا تحتفظو بيه متحمروه بزاف لانه فيش نجبدوه ونبغيو ننسخنه سوف نحييدها حطيت الثانية وكيف لاحطوا معي نقرسها شوية ونجبدها في المقلة باش كتشد لي التربيعة معاوضة سوف نضغط طيب من الجهة الأولى ونقلبها من الجهة الثانية وكان استمر بالطيب فانا تاكملت كل شي فوق الوريقات ودوس طيب تقدروه وكان عاود ان اكد لي ما بغاش تشكلها كبزة تقدروه غير بجوجو وريقة طيبوا وحدة بوحدة تشكلوا وحدة وطيب تحيدوا الورق فالورق يعاون بزف ويأتي المسمنات مقدم وتربحوا بزف ديال الوقت عوض من مشكلون المسمن والسنة وهي رتاح ونضغطوا عليه فهذه الطريقة بالخصوص ستسهل عليكم زوينة 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 بزف وكتعجبني وكتنفعني دائما فالمسمن معمر لا ديال الفران ولا ديال المقلة في وقت هذي اخر مسمنة نطيب معاكم فمشاء الله واحدة رائحة كيت لك هذ المسمنة رائعة وهذا المسمن ديالنا ما شاء الله كيجي كبير الحجم دياله ما شاء الله كبير هماوي حشوة كد شي رائعة بنينا تقدروه بطبيعة الحال تديروا فيها بزف ديال الاضافة عندكم الاختيار او لا تنقصوا شي حاجة ما كتعجبكم شي المهم هي الطريقة والتقنية باش خدمنا هذ المسمن تقدروه هكا تقسموهم هكا على جوج او لا على 4 تقدرو تحطوهم هكا كسحة عندكم الاختيار فبالنسبة لي عواض مثلا من ديروا مسمن صغير باش نحطوه صغير تقدروه هكا هذ المسمن هذا كبير وتقسموه على 4 را كيجي زوين في الحطة وهكذا تجيدك توريقات ملفوق توريقات ملتاحد ومقرمشين والحشوة تجي من الوسط تطمع الكوزوينة ومكتخروشي نهائيا في الطياب اتمنى ان شاء الله طريقة ديال هذ المسمن تكون عجباتكم فانا غادي نحتفظ ان شاء الله بهم فغير كنخليهم حتى كي يبردوا وحطيتهم فوق ورق الفرن باش كي يتحيد منهم ذاك الزيت وصافي وكي يبردوا ونجمعوا ماء كاف بلاستيكات نحطهم في المجمد فوق متا نبغي غير كنجبد ونسخن كي نعملهم كنعمل واحد الكمية كثيرة ونبقى غير نجبد ونسخن نبقى بحلعة طيبتهم وبالصحة والراحم ترجمة نانسي قنقر